هياك الله أستاذ بالسامة أبو شريف ذكرت لي في الحلقة الماضية أن وصلك إيميل بكلمة واحدة ثاليوم وجاءتك من داخل البيت الأبيض أنت تعتقد بأن ياسر عرفات قتل بهذه المادة السامة أنا أذكر زمان نقل عنك أنك تعرف من الذي أدخل السم له هل تعرفه فعلا؟ خليني بس أحكي شوي على الثاليوم أنا لما أجتني الكلمة مش عارف شو الثاليوم مع أنه أنا كيميا تأني دارس كيميا رجعت جوجل قولي أنا عملت بحث أفهم شو وبدأت أتابع شو هي وكيف وهذا ومين المتخصص في تطويره والعمل عليه جنوب شرق دلبيب بالمناسبة مقر هذا المختبرات البيولوجية هذه هي أكثر مكان حراسة وحماية بإسرائيل أكثر من الكنيسة ورئاسة الحكومة ووزارة الدفاع هلأ إسرائيل الوحيدة التي تستخدم هذا السم بأشكاله المختلفة معني ليش أقول لك لأنه أنا بسترجع كل شي بورطه ذكرت ودي حدات لما اتصلوا فيه الجزائرين وقالوا لي تعال صاحبك مريض وروح تركض على الجزائر ودي مريض عدت عنده فترة طويلة يوم نشاطه كامل يوم هابط شعره بداي هرر لا الثم أختصر لك لما وصلت حالته سيئة جداً أخذناه على ألمانيا توفى توفى وكان صراخه من الألم يصحل الحي المحيط بالمتشفى كله فتته مزقه بألم يعني بيظل اللي من ثم يتألم لتطلع روحه لأنه بياكل الجسم تدريجياً وزير الأمن الألماني طلب لقاء معنا كنت أنا مع جورج حبش رايحين وفد على كوبا للقاء كاسترو الطريق كانت لازم نمر ببرلين الشرقية من برلين الشرقية طيارة على كوبا من نام ليلة ببرلين في هذه الليلة أجا وزير الأمن الألماني وكان توفى وديع عندهم ألمانيا الشرقية ألمانيا الشرقية هناك أكل حاجة ويعمل أول شيء لمنع الجسم من إنتاج الكريات الدم الحمراء فيصبح الجسم قابل للتفتيت من أي ضربة أي زي اللوكينيا بيصير تقريباً هلأ وإياكم تاكلوا أو تشربوا أو أهم من مصدر لا تعرفون ما نهو تحذير لما إجا تقريرهم مكتوباً تقرير التشريح ما كان هذا وارد بالتقرير ما حابوا يذكروا رسمياً الله يرحم وديع لما كنت أقول له خلينا نأخذك على فيه ما حدل الدم والآخر بأثينا يقول لي يا أبا السام هاي دول بتبيع أول كوع حتى ألمانيا كان رافض يقول لي هادي دول بتبيع بتبيعني مقابل يترجع عن جسوس عدم ذكرها في التقرير هي نفس السبب عدم ذكرها في تقرير ياسر عرفات بفرنسا تحت عنوان بالناس تهب المنطقة مشاكل بالناس تصعيد للعنف لأنه لو ذكروا يعرف من الفاعل من الجاني هذا وديع ليش بقول لك ذكرت وديع لأنه بالثاليوم استخدموا الثاليوم أيضا بقتل البحبوح في دبي تبع حماس الله يرحمه عندي تقرير سري ببصف على لسان هدول اللي قتلوه تفاصيل عنه كيف كان يعذبوه هو مش قادر يرفع ايديه يدافع عن نفسه وكيف قتلوه عمهل وكيف لبسوه شلحوه لبسوه البجامة وهو ميت ونيموا بالتخت وعلقوا بدلتو بالقوضة هل تعتقد مش انت بس كل المشاهدين أن هذه الجريمة ارتكبت في دبي بالإسرائيليين الذين دخلوا الإمارات بجوازات سفر مدورة فكانت قد استخدمت قبل ذلك من قبلهم لدخول الإمارات واحتجت الإمارات على ذلك لاحقا دخلوا بنفس الجوازات اللي كانت الإمارات احتجت على استخدام الإسرائيليين جوازات سفر مدورة كندية وفرنسية نفس الجوازات عندي تقرير لقد تمت تلك الجريمة في القناة التطبيع غير المعلن التعاون بين المخابرات السعودية والإماراتية والمخابرات الإسرائيلية قائم منذ عشرات السنين منذ عشرات السنين وإذا كان بفترة من الفترات كوربرال أمريكي بحكم السعودية وبحكم الإمارات الآن كوربرال إسرائيلي بحكمه كوربرال يعني العريف عريف عريف أنا ليش قلت عريف لأنه بالفعل كان يجي عريف من الظهران يعطي التعليمات عريف وعند القصص وعند الدوكمنت أنا بحكيش شيء إلا متأكد منه ومتعد في حال محاكمة أجيب الوثائق أنا محترف طيب خلينا نرجع فضل لكيف دخل الثاليوم لياسر عرفه كيف هلأ لما إجاني هذه الكلمة أصبح الموضوع مش فقط تحليل ظهر فيه معلومة فكتبت أول رسالة لياسر عرفات أحذر فيها من اغتيال بالسم ورسالتي هاي منشورة في كتابي صورة عنها قرأ تقرير أبو عمار وعممه على القيادة وعسب ما فهمت سأل أبو ماذن مين بالله عامل التقرير هذا قال له تقرير قال له لا بد أعرف مين قال له بتسام قال له أنا لا أثق لا بتسام ولا بتقريره هذا أبو ماذن أه بده ينفي أنه فيه محاولة بإغتيال أو معكس الله لكن أنا قلت له في الرسالة وبتقدر تاخدها من الكتب أو بقدر أبعط لك نسخة منها على الواتساب قلت له إياك أن تأكل من مطبخك هذا في المقاطرة أو صحن الفواكه هذا اللي بجيبولك يا بتنقرس فيه أو الشاي اللي بتشربه أو العسل اللي بتحطه أو الدواء اللي بتاكله زوجتي متعدة أن تفرغ نفسها 24 ساعة لتشرف على دواك وأكلك ودوا 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 لنحميك من هذا المخطط ما عمل آخر لقاء شفته فيه وأنا بعد ما اتصلت بالفرنسيين متصلت بشيران ما اتصلت بالله ودير الخارجية مشان ينقلوه وأنا فيه معرفة شخصية أنا وشيران مش هيك أنا ساهمت فيه حملته الانتخابية على الجاليات العربية دعانته السياسة الوحيدة دخل بيته أنا دعاني لبيته فيش فرنسي بيدي سياسي لبيته المهم إنه ما رد أبا مره ليش هون في صفات الشخصية ايه أنا أخي بقول له ايه هلا بقولوا عنك خايف هلا بقولوا عنك يقولوا ما يقولوا الما بخاف ما بيخوف المش حذر بنقتل لكن فيه جهات ضلت تشتغل ضد تقاريري إله إلى أن تتبت من هذا مية بالمية ايجاني الصحفي الصديق الصديق العدو عن المكتب قال جايب لك أني نتنبيد من الجولان قلت له أنت عارف أني راح أكثرها قال لي عارف تع معي انطابق تاني نزلني الدرج على البطان قال لي ما بدي أحكي جوا بدي ما هون أحكي بالحرف قال لي إنه يبدو أنه يريدون أن يتخلصوا من الثعلبين العجودين نحن بيجنين مكتب أبو عمار قطلب أعرف واحد هي هون مين تاني قال لي شارون شو قطلوا يعني في جهة فوق هي اللي معقول قال لي شارون حيطل لبو عمار هم حيطلوا شارون بعدها شارون لقب قطلوني في كوكس يعقم إسرائيل دون أن يظهر هدول اللي دمهم حقت على العرب طيب نفهم إنهم بدهم يقتلوا ياسر عرفات شارون ليش الحاخام عشان ينسحب من غزة انسحب من غزة وكان ينوي ينسحب من مناطق من الضفة أيضا ها كان ينوي الانسحاب من بعض مناطق الضفة مش كان ينوي وعد أبو مازن بأنه إذا أوقف نهائيا هون قسط التنسيق اللي يتمسك فيها أبو مازن عنده وعد وصدق أبو مازن إنه إذا أنت في اجتماع وهذا جيب تقرير لأبو مازن وهذا سبب من أسباب كره أبو مازن إلي وحقده علي على كل حال مش مهم أبو مازن لكن المهم اللي عمله شارون وأبو مازن التقوا كان في موساد ودحلان وكان شارون بيقول لابد من أن نقتل ياسر عرفات متخلص منه هو سبب البلاء حكى هذا الكلام لأبو مازن أو لدحلان فأبو مازن قال له فأول بالك بلا شو الطلقة اللي يعني يخلينا أنه إحنا بصدد أنه تشليح ياسر عرفات صلاحياته المالية والأمنية هذا لما جابوا رئيس وزراء لما جابوا لأبو مازن رئيس وزراء بعد هذا هذا بعد عن ما استقال هذا بالاكتيال أبو عمار بشحطة ورحت لأبو عمار قدمت له تقرير محضر عن ذلك اللقاء ونجنى أبو مازن لأنه قال لهم وهو طالع حسب التقرير اللي عندي قال لهم أوعد طلعوا خبر عن هذا اللقاء بقيت لوني برمالله أبو مازن أنا كله أجاني فيش أشي بتخبى لأيام ما فيش شيء بتخبى لا كله مخبى بس لما يكون لك أنت واحد هذا الكسب الكبير لكن للأسف كل اللي يجبته صحيح هلأ بعد هذا اللقاء اختلف الموضوع من حيث 100% بدهم يختلفوا و100% بالثم وكتبت له كمان تقرير بجيني تليفون ليلة بجيني تليفون لهم لابا سام خلي صاحبك يجبر لا تمتكر في مسأل انذار اذكرته لهم رحت قليل قال عنده اجتماع سري طب البقل على سري بوق المنين هذا فتحت الباب بقدى ابو عمار أهد مع كل جماعة الأمن دحلان و جبريلي و وابو معي قلت له ابو عمار عيدك دقيقة دقيقة بيز تبترجعون اسي موضوع ضروري جدًله قال لي فوت فوت قلت له ابو عمار بدي أحكي بدانك كلمة وأروح كانت مرتيد معي قال لا لا فوت فوت بعد فوت على نمر ده قال قول اطلابه عمار انا اللي بدأ اقوله بدأ اقوله بدانك بديش احكيه بدانك قال لا ده ما اخوانك يعيني على اخوانك اه اطلابه اقولك طالما بتحكيه ايه والله بعرفش هكلامي اللي بدأ اقوله هلأ بياخد ايه ولديتان لا يوطل للإسرالين اذا انت فتحتمك حدا منهم فتحتمه اذا انت اطلعت فيه المهم اطلق في انذار بالتوقيت ده كدير بالك تدعم الليلة ومشيت وبدأ قاعدوا اسبوعين ما يقولولي كل ما اسأله يقولولي لا تمام تمام وهو كان بتقيق كلها يشلل حواليه واحد منهم اللي ده سله السم يمكن هلأ باوكرانيا ما بعرف متزوجة اوكرانية على كل حال بعد ما كنت عم باقول لك انه حكيت مع جراك ورتبنا مع الفرنسويين مشان هذا روحت اشوفه اخر مرة قبل ما يطلع كان قاعد قبل ما يطلع على الهليوكابتر قاله كان سهر خالب فقاعد بالممر مشان الشمس بفضت عنده حاطت صحن الفواكه ايا قاعدوا يا قاعدوا يا ابا عمار فيش فيك لون قال لي يعني اصفر قطلو لا فيش لون ترانسبيرن فيش دم بعروحك فيش دم احمر قال لي كان معاك حق كان معاك حق يا بسا للأسف ما عنديش رجالة قلو يا ابا عمار بديش يزيد عليك والله يشفيك ولكن فيه رجالك انت ابعدتم وظلتك تسمع لمدعير رجولا وهم اللي بحل بصافي مش معك مع اليهود انا على كل حالة وامار حكيت مع شراك وحيبعتوا لك الطيارة لانه بدك اجهزة خاصة للعلاج ليش هقول له انت خالص يا من وانا لما طلعوا هذا هيك العالم بده توضعوا كل المتذلفين كل الاشي انا لما نزلت دموعي مش على ياسر عرفات على وضع الشعب الفلسطيني من هدول مرتزقة سارعين قوتل شهداء وولاد الشهداء واحد بقول الله يرجعك سالمت له حيرجع جثة شهيد حضروا حالكم لاستقبال البطل ومشيت لما طلع تكلمت ابو علاء تقول له بدي اروع فريض بدي انا اشوف الاطبه واقول لهم على ما اظن قال لي يا ابا الثام فار فيه ثلاثين اربعين واحد هناك شو بدك تروح تقعد بالله احاوي اطلبها اقول لك بده اروح اشوف الاطبه قال في الله ما فيه مجال مرماك خلوني اروح دكتور ابو عمار الله يرحمه اللي ان اتل اتل بعضين تكلمني قال لي بثام بدهمش اطلع انا طبيبه انا اللي بعرف انه مثموم برضو ما سمحوله يطلع ما سمحوله يطلع كل ما يحكمه واحد مش موجود مش موجود مش موجود ما كان اول واحد اللي يطلع معه على الهليكابتر ان اتل بعضين رأيي هم يقولوا ما انا برأي ان اتل لانه احكي لك شغلة اخيرة حول هذا الامر في التحقيق الصحفي الذي طلبت الجزيرة من صحفي بريطاني مشهور جدا في بريطانيا والولايات المتحدة طلبت منه يعمل فيلم حول اغتيال ياثر عربا ورجل مشهور ورجل مشهور يعني لما اجعل اسرائيل وطلب يشوف ما تقولين اسرائيليين ما حدث بالترجي يقول له لا قبلهم كلهم كل ما يجي مقابلة معي قرب يخلص الفيلم فتلفن ليالي انا جاي مشان الرتوشي الاخيرة وبيدي اشوفك متعرفت هذا قلت لمرتي هاتي دفتر فاضي وكتبت عليه كلمة واحدة وثكرته ثالم ثكرته وحطت آله اجا حكالي شو صار عامله وكيف قابله وقال ووصلت للسم اللي ستخدم نجحت انه اوصل للسم المستخدم قطله شو هو لانه انا كاتب اسمه هون قبل ما تيجي بدي اشوف ماذا التطابق او الافتراق اللي تاليوم بتاحت للدفتر ولم يبث هذا الفيلم بس عملوا الجزيرة وثائتي عملوا فيلم البولونيوم اه صح بولونيوم الحرف وانا رغم مصراري على التشريح بعد سبع سنين أبماندي نقل من شرع شرع العظم انا كمت كل مادة بتعرف عمرها من الهاف لايف تبعها مش مش احجي انك تقول هذا البولونيوم ام تنعط اي واحد بفن بالكيميا بعرف شو معنى الهاف لايف انت بدك تعرف عمر هذه الخشبة او اثار او اشي الهاف لايف هي اللي بدلك في فحص معي الا الهاف لايف تعرف امتى هذا نحط شو هالكذبة البولونيوم طب ليش اختاروا بولونيوم فكرة وليش ما نشروش الفيلم التاني اللي هذا المحترف مية بالمية بس حتى تعرف كيف المتأميرين بدافع عن بعض وبيحموا بعض برجع اقولك كخلاصة من قتل ياسر عرفات الامر صدر عن بوش بموافقة عدد من الانظمة والحكام العرب والاداة شارون وعميل في المقاطعة طيب اسمح لي نأخذ استراحة قصيرة موسيقى 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 قبل الفاصل كنا نتحدث عن وفاة ياسر عرفات رحمة الله عليه الآن السلطة الفلسطينية ما بعد ياسر عرفات هل ورث السلطة من كان لهم مصلحة في التخلص من ياسر عرفات فعلا؟ موسيقى يعني الشيء اللي بقدر أزن فيه أن من نجح يعني يا أبو ماذن في الانتخابات نجح بسبب حزن الشعب الفلسطيني على ياسر عرفات واستخدم دم ياسر عرفات لجلب التأييد لأبو ماذن مع ملاحظة أن مصطفى البرغوتي جاب 35% إلى 37% رغم ذلك مش لشعبية مصطفى لرفض الناس لأبو ماذن ولكن فهز أبو ماذن أبو ماذن إيجا على الموقع بقرار أمريكي هذا الحقي كتبته سابقاً أكدته كوندليستر رايس بمذكراتها اللي طلعت قبل شهرين ثلاثة تقول كوندليستر رايس إنه لما شيرون بلس يشكي من ياسر عرفات بدأنا نقول ياسر عرفات عقبة في وجه السلام ولا بد من بديل وقر قرارنا أو رأينا بناء على تقارير تجينا من المنطقة من من تجيهم أن البديل هو أبو ماذن ولعبة دور كبير في التأثير على الرأي في البيت الأبيض رئيسة مركز أبحاث أمريكية يهودية أثمها جودث كبر وهي صديقة لأبو ماذن كيف صديقة لأبو ماذن؟ أجت عنده على منفلطين ويوم أنا رأي عند أبو عمار قالوا لي في عشاء خاص فتحت الباب مش نشوف فقال لي أبو عمار فوت كان أبو عمار وأبو ماذن وامرأة دائرة لما وقفت طلعت هجمت عليه بسام قال تعرفها أطلوا من ثلاثين سنة يا أبو عمار لما كانت طبيعا فقالت لها جودث قتلته السادات جايت قتليها سر عرفات قالت لي كمان بسام وهي قناعتي هم اللي قتلوا السادات مش لأن السادات يعني فلتت الفلتات لأنه لا يريدوا أن ينفذوا الوعود التي وعدوه إياها انتبه الوعود اللي وعدوه إياها هذه الكلمة هذا المفتاح السر في الاجتماعات السرية بين أبو ماذن وشارون ومفاذ تعهد شارون لأبو ماذن بأنه إذا استلم أبو ماذن ومنع منعا باتا وحارب الإرهاب وأصبح شريكا لإسرائيل في محاربة الإرهاب ومنع العمليات واعتقال اللي بدهم يعملوا عمليات سيبدأ ببرنامج انسحابات من الضفة الغربية هذا الكلام ما فتح تمه مفاذ عليه اللي قاله شارون ولكن برأيه هذا كان سبب اغتيال شارون كونه بده ينسحب كونه وعد لأنه كان معروف إن شارون صعب يوعد ولكن إذا وعد بيعتبر شرفه بالداء زي لما وعد بعدم المس بياس العرفات جسديا ما قدر إلا لما راع عند بوش وقال له بدي تفكني من الوعد تخلص من الوعد تخلصني من الوعد فاستلم أبو مازن وبذهنه صدق إنه هذا الوعد طالما هو وعد رسمي ومفاذ قاعد إنه حيمشي يعني هذا تفسيرك لسلوك أبو مازن تجاه التنسيق الأمني هذا تفسيري ما في تفسير غيره لأنه أبو مازن بيعتبر التنسيق الأمني مقدس أبو مازن ما ولد خاين ولا دان ولا بده فلطين مثل أي فلطين لكن الوجهة والنظرة والمثيرة اللي مشيها بتأدي للدمار إذا كنت بتعرف أي عدو أنت بتواجه عدو خبيث متآمر بيكذب مجرم ماشي بديهنه إلا متل ما بيعلم الأطفال كل عرب أقتل العرب كل هذه الفترة مرت كانت فترة تدمير سياسي وتنظيمي وبنيوي وأيديولوجي ومعنوي للرغبة في مقاومة الاحتلال حتى يلبي شرط الهدوء مشان تيبدأ الانسحاب ولا بدأ الانسحاب ولا بضيخ طلعت التوسع ضل على السكة لأنه هو أضعف نفسه بهذا التصرف وأضعف شعبه وخلى شعبه بعيد عنه مقابل تشجيع العدو على مصادرة الأراضي وهدم البيوت وتهجير العائلات واعتقال المناضلين وأصبح أبو مازن غرآن مش قادر يطلع طيب سؤال ألا يحتمل أن يكون أبو مازن يخشى على نفسه من مصير ياسر عرفات إنه إذا أنا ممشيتش معهم زي ما بدهم يمكن أن يقتلوني كما قتلوا ياسر عرفات يعني احتمالها ده بالتحليل يعني بس أنا بحكي بالواقع الواقع إنه أصبح أبو مازن بهذا التصرف وهذا المسلك جزء من أعداء الشعب الفلسطيني وحتى يضمن سيطرته دمر فتح وأصبحت اللجنة المركزية بإيد أبو مازن مرهونة بإشارة بقدر يطرده بقدر يوقف مخصصاته وأنا أعلم علم اليقين أنه هدد عدد من عضاء اللجنة المركزية بقطع مخصصاتهم وهذا السبب اللي رضخوا وسكتوا قضى على فتح قياده وقضى على قيادة منظمة التحرير وقضى على الحكومة وأصبح حكم فرد يتأثر تأثرا كبيرا بالمعيطين فيه وعلى رأسهم امرأة ثم انتصار أصبح الوضع كالتالي من أراد أن يكون بوضع مرتاح وإله مركزه وإله إيمته وإله منصبه بده يخضع لأبو مازن اللي بده لأمته بده يسكت ويمشي وراء أبو مازن وإلا بجوع وبتشرد وبطلع من وظيفته عضو الأجل المركزية بفتح لأنه عبر عن وجهة نظره إلى آخره ناصر القدوة فصله قطع مخصصاته وصحب جواز سفره إلى آخره الدبلوماسي أنا من زمان منع عني الجواز الدبلوماسي أول قرار إله وعندي صورة من هذا عندي اللي دون بعطيك إياها يغلق مكتب بسامة بشريف وتقطع كافة مخصصاته ويكتفى براتبه أول قرار للرئيس عن مفاذ استلمك أنت أنا ودي أنت حتى أدفع أجار المكتب شهرين عبل ما أدبر حالي ارتمع عفشي بالشارع اضطريت أنزل على بيت للعائلة أعط العفش تحت بأريحة الموضوع مش موضوع شخصي أنا عم بحثي إنه كيف يتصرف هذا الرجل كالطفل الحقود ليش أنا قلت له كل رئيس حر بالطاقة من اللي بدي إياه حر يعين مستشارينه لكن ما إلو حرية يقطع رزق الناس وموقعهم أنا وظيفتي مستشار مهمتي لكن أنا إلي مرتبتي في هذه الهيكلية أنا مرتبة وزير كنت قد أرسلت لروحي فتوح الرئيس المؤقت عبل مصارة الانتخابات إنه أنا بدي حقوقي طالما قلت قرارات ياسر عرفات أنا بمرتبة وزير بدي تعليماتك يثير الأمر على هذا لأنه أيام أبو عمار ما كنت أحكي لهم يعني كل مصاريف مكتبي ولا خروادة والمقصد كله رأس 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 والأبو عمار لي درجة واحدة من اللي كانوا يشتغلوا بنت ضريفة حبابة قالت لي أنت مستر يصرف بقولها إيش قال أنت فيش ورقة بتوديها لأبو عمار إلا بكتب عليها يصرف عمره ما قالك لا مستر يصرف قلت لها لو أنه بعرفني رجل حق ومش تراء ولا نصاب وبعرف أنه أنا جايب له 17 مليون في ذنقته في الوقت اللي ما حداش قابل يتبرع لمنظمة تحرير برش أبو عمار بعرف بعرف أنه كل مخصصاتي اللي كانت مقررة في الوفود بتطلع وفود إلها مياومات كل عضو وفد إله مياومة وإله مدرئة شوالان وأنا ربع مليون مجمعين أرفض أخدهم أقول له هذول أسر الشهداء يقول لي حقك هذا قال له لا ما بديهم أسر الشهداء أبدا على كل حال الموضوع مش موضوع شخصي ولكن حتى أورجيك كمثل حتى اليوم لماذا يقصى بسام أبو شريف عن مركز صنع القرار سؤال الكل كان يحضر الاجتماعات اللي أنا فيها وكيف كنت أخاطب ياسر عرفات باحترام ولكن بانتقاد وأخو الرأيي بصراحة في الوقت اللي كله خايف لما قلت له لا تروح قطله هذول جرينك لكمين ما حدا كان يسترجي يقول على الكلام ليازر عرفات وأتفكر كانت سهلة الكل كان يعتبر أنه لازم يسمع ليازر عرفات ويوافق له وأنا قلت له أبو أمار ما لك اللي بدوا يعطيك دا و اللي بيعطيك يا همدريد ليش بديك بسر بدون شهود بدهم يضلطوك بدهم يحولوا منظمة التحرير لمنظمة كناسة و إحراسة لإسرائيل وهذا اللي صار طيب بعد هذا اللي صار كله هل هذه السلطة قابلة للإصلاح أم انتهى الأمر شوف أنا برأيي كافة كافة القيادات الموجودة في السلطة إما انتهت أو عاجزة عن القول والفعل ليش ليس فقط لأنها وافقت ومشيت في الخط اللي مش فيها ماذا وفتدت اللي بشوف واحد بسرق مئة الملايين هو أولاده وأحفاده والآخري والآرايبه والآنا وبشوف كيف وزارة الخارجية بتعين السفرة برواتب خيالية هذا ابن فلانة وهذا 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 ابن فلانة محسوبية وصط بخشيش برطيل رشوة فساد سرقة وزير الأوقاف بعت رسالة لأبو ماذين قال له أنا سرق ثلاث ملايين دولار وزير الأوقاف وزير الأوقاف اللي طلعوا هلأ مبارحوا عين واحد ثاني عين محله مروان مروان إيش يعني عين واحد ثاني أبو ماذين قال أجدني رسالة من أبوه لأنا بدي أعترف لك سرق ثلاث ملايين دولار لأنه كنت خايف على وضعي ولا آخرين ليه هو هو ولاده ما فيش لا هو ولا ولاده بيأخذه أقل من عشر تلاف دولار في الشهر فاسد وسقط على فساده الفاسد اللي بيشوف اللي فوق حتى أصبحت على صعيد الشارع الغش والخداع أولاده هادي مش من صفات مجتمعنا المجتمع اليهودي أفسدهم وعرعبهم بيسترجع عضو لجنة مركزية هلأ يفتحت أمه بصير فيه زي ناصر قدوة بصير فيه زي أبو اللطف القيادة بتقدر بتسترجيش تفتح ثمها سواء لأنه فيها مطاري حرام أو جبن وخوف على مخصصاته ووضعه وامتيازاته والناس ما بتعرف شو امتيازات عضو اللجنة المركزية بفتح بقولك هو صاحب الكيك صاحب الكعكة هدي إليهم الكعكة فلسطين كعكتهم بتقسموها وبعدين بيضل شوية فتات بالصينية فتات هذا وكريمة برموها للناس باعتبروا حق من حقوقهم أنه مالية فلسطين إلهم طيب شو اختلفوا عن الأنظمة العربية أسوأ الأنظمة العربية بيضل فيه قوانين ولما تتار فضيحة فيه تحقيق فيه قضاء في مصر فيه قضاء طبعا فيه قضاء أخصي خصاء السيسي ولكن في الأردن فيه قضاء وفيه قضاء محترمين في العراق محاكمه قضاء محترم لدينا ألغي القضاء بشحطة ألم أبو ماذن ومن حوله بغيروا القضاء بشيلوا قضاء بحطوا قضاء أنا مشان حقوقي رفعت دعوة عند محكمة العدل العليا في فلسطين ورئيس المحكمة صديقه يحترمني والقضاء محترمين الشهر يناقش ويناقش ويناقش وفي الآخر بطلع القرار شو القرار ليس من اقتصاصنا هذا تعطيل للقضاء شو ليس من اقتصاصنا أنت اللجنة العليا المرجع الأخير للشعب شو قال لي يا بثام كلنا موظفين كلنا موظفين بتعرف فيه أطفال غريزيا بيتحوذوا على اللعب وإذا راحت لعبتهم بيحقدوا وممكن يقتل الطفل كان بإمكان أبو ماذن في منتصف الطريق اللي قطعمه أن يصحر ويعرف من كلام العدو مش مني اللي بقول لك نتنياهو بدأ بيوسط هذا سلام القوة التطبيع سلام القوة إنه غزبا عنكم نتنياهو قال فيش ضفي غربي محتلة هي يهودة والثامرة بنت أمر الجيش الإسرائيلي والأمن والشرطة باستخدام القوة المفرطة ضد كل فلسطيني في كل مكان كل فلسطيني في كل مكان إيش يعني ما اجدر يعني ممكن وإنت بيتك مثل ما صار مبارح في عند الخليل فاتوا على بيت واحد ضربوا أولاده ضربوا مرته كسروا البيت إلى آخر هم والمتوطنين وطلعوا معهم خرار رئيس الوزراء زي اللي مفلت كلاب مسعورة على خمسة أطفال في أوبا لأنه بهالحال الشعب الفلسطيني ده لا أطفال فيش تلاح عندهم ولا أمن الفلسطيني بترجي يدافع عنه أمن رباه هذا جنرال ديتن الأمريكان بسأل واحد فيهم عند حرس أبو ماذن على المقاطعة بقال له بتعرف أبو ياد هل مين أبو ياد طب أبو جهاد طب ياتر عرفات اللي جنبه قال له ولك هذا المدفون هون ايه هذا المدفون هون وكأنهم من كوكب آخر قلت له شفير امشي 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 هذا اللي هذا اللي سموه الفلسطيني الجديد يا سيدي كل ما رتب خدمة لإسرائيل لا حول أولا والغباء غباء بعمل بطر إذا لسه الناس مصدقة إنه إسرائيل تريد السلام منذ أن نشرت وثيقة أبو شريف قلتها بصراحة أن هذا تكتيك لفضح إسرائيل وحشرها في الزاوية لأنها لا تريد السلام ولن توافق على دولة فلسطينية مستقلة لأنها تعلم أن دولة فلسطينية متقلة كاملة السيادة حتى لو لم تكن القدس عاصمتها كاملة السيادة هي أول مصمار في نعشها مجرد ما تقوم دولة فلسطينية في الضفة الغربية فقط متقلة كاملة السيادة يعني حدود مع الأردن فلسطينية ستبدأ عملية الهجرة من إسرائيل ولذلك لا يريدون عم بنؤلوا اليهود من مناطق الوسطة الأبيب والاخطيرة والأخير للضفة فاضية هناك هل تعلم أنه أكثر من ستين بالمئة من بيوت المتوطنات فارغة وبحضروا حالهم هلا يجيبوا الأوكرانيين أحكي لها شغلة أرسلت أنا صحفية أجنبية صديقة مسجلة وكاميرا والآخرية قلت لها روحي على متوطنتين ثلاثة زوريهم بالبيوت قبليهم والآخرية أنت صحفية تليانية وأنا ويسأل بالآخر ثقال إذا عرض عليك حدا يشتري البيت وتبيع تسعين بالمئة من اللي قابلتهم قالوا من بيع إذا بدفعوا هل أد بالنسبة لهدول اللي جايين زي اللي رأي على نيو ويرد أمريكا بدي يقتل هنود ويأخذ أرضهم ويبني مفكرين القصة هي ما نحن شعب الفلسطيني نسبة زيادته عشرين ضعف نسبة زيادة الإسرائيلي رغم إنه المتدينين بخلفه بتلاقي واحد عنده سبعة تمن أولاد لكن كل هدول اللي جايين من أوروبا مجرد ما يشوف فيه مقاومة والأخمال هو هذا بروح برجع برجع المهم أن يكون فيه قيادة مصممة على القتال لتحرير الأرض مهما طال الأمر لاحظ إنه فيه مسيرتنا هذه كلها اللي ما أنجزنا فيها أي مكسب للشعب الفلطيني سوى بقاؤه حي وعلم نهر مرفوع إذا فيه قيادة جدية لو فيه قيادة جدية تهتم بالكفاءة والدقة والتخطيط والمعرفة نقاط الضعف والاتمرارية في الضرب وهذا أنهجت إسرائيل وستنهج ما يجري الآن هو بداية التغيير المطلوب أي أن تتحول المقاومة في فلسطين بدل من أن تكون مقاومة فلسطينية وطنية فقط أصبحت تستند لمحور قومي إقليمي بدون إيران وسيضم لاحقا دول إسلامية أخرى لتحرير القدس وبيت المقدس والأقصى وتحرير الأقصى سيكون أيضا مسمارا عميقا في نعش إسرائيل طيب سبحاني الآن ننح الحديث في هذه الحلقة وإن شاء الله نستأنف في الحلقة القادمة الب欲 قدس فكرة عميقا السيد